جيك كابتن فيكي صارح اللي هو إليه حتبر المدير فان يعني المدير في الحراس المرمى اللي موجود معايا اللي هو يعتبر معايا من أول طريقي هو كابتن فيكري بدأت كابتن فيكري يسمع قال لك كنت عنده كام سنة لقوا 19 سنة وبتاع هو برضه أم جاي بنفسه وجاي بضميات جاي بعرويته بعد ما روحت إنت ورجعته أم هو جاي بعرويته وجاي وجاي ضميات يتفرج علي هو برضه بيحب المغامرات كابتن فيكري يعني ممكن يأخذ عربيته ويطلع في أي محافظة يبص على الناس ودي حاجة مش وحشة دي حاجة كويسة طبعا عشان كده هو النهاردة موجود لحد النهاردة موجود اه طبعا جيت فرج علي المهم إيجي بعد كده أما يقول لك أنا هاخد الحضر معايا كنت في منتخب مص الأول وبلع في طبيعات لوقت بقت روحت من منتخب اللومبي بدأت أشتغل وحطت جواه أن أنا عايزة أوصل للمكان اللي أنا عايزة وهي النادي الأهلي اه واشتغل لحنا لحبنا ناجيريا في ناجيريا تغلبنا تهاتا اثنين بعد كده جاني هنا لحبنا ناجيريا واحد واحد تعدين معهم كنت معصام برضو الجمهور يعني مش عايز شوفك وانت كده فتقولي للجمهور بقولي يعني احنا ما حاش والله قاضي اني حاملنا اللي عندنا كل اللي عندنا يعني يعني في الماضي ما حاش قادرين ويعني احنا زجلين الجامرد طلع النوى زجلين نوولك ما فريحش حاش قادرين نقول له ما يعني هم يعزونا برضو لماذا شخص المرضى لك؟ بالليل قاعد في المعسكر متضايق زعلان وكابتن فكري كان فيه موقف انهما يعني كابتن فرق السائد عايز يلعب مصطفى عطماتش نيجيريا جي الكابتن فكري قال له انا المدير فني وانا المدير بحراس المرمى وانا اللي قول مين اللي عندي جاهز جي الخواجة قال له كابتن فكري انت عايز مين قال له انا بقول الحضر جي الكابتن فاروق ومستر كورول قال لك لا احنا هنلاعب مصطفى ايجا الكابتن فكري قال له لياقة ولا اقدمية هو ما تعرفوش بقى ان الاعلام بدأ يتكلم ويهاجم ان ازاي الحضر اللي بلعب ومصطفى ده ما بلعبش اللي هو المفروض ده ارقى مرتبة يعني عشينة الاهل يعني بدأ ايجا الكابتن فكري انت عايز مين قال له ده بس لو احنا لو اتقدى الله حصل حاجة هطلع اقول انت اللي متحمل المسئولية وانت اللي كذا 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 وردت الحضر بعد كده الكابتن فكري جاء قال له من انا بقول لكم الحضر رحنا لعيدنا يا جيري عملت مطش مش عارف مش عايز اقول لك مطش جامد يعني قدام لعبة معروفة كانوا اكوشة لعبة على مستوى العالم معروفين وعلى مستوى افريقيا معروفين باللي لقعت في المركز الانبي متضايق وزعلان كده وقعت حزين ان احنا ان كنت اول مرة احس يعني اول بطولة كنت في حياتي مكملش فيها وهي ده اول بطولة كنت لعب فيها يعني حزين بقى وزعلان ومتضايق ومتضايق وبعدين فجأة لقيت جايلي تلوفون على القوضة مستر خالد مرتجي وكابتن ثابت البطر اللي ارحمه وباش مهندس عادلك بيكلميني حضري انزللي تحت عايزك نزلتل فيش حاجة جواك ازعلان متضايق بس انا معرفش كلها انا بس احنا معرفش مين اللي عايز بس اللي قال لي انزللي عايزك جاي مستخلت بالليل قال حضري معليش وبتاع وقالت الحمد لله والله وانا بتكلم معاه قال لي لا حضري مش نفسك تروح النادي الاهلي قالت له اهلي قال الله قالت له ومين ما يتمناش ده انا وانا صغير حاطت كل هدافه وطموح الحاجات دي قال لي طب الاهلي عايزك قالت له عايزني يا مصر خال انت بتحرق قال له والله عظيم ما يفجد عليك تعال عشان عايزك رحين فين قال لي خارجين خارج كنت او مرة في حياتي قابل من كابتن ثابت البطن روحته الى البيت حضر ازايك قلت له كابتن ثابت عامل ايه وانا كه كه اصلا مجدبش عليكي انا كنت بحب كابتن ثابت طبعا يعني حاجة وهو كابتن اكرامي دولت كمان كابتن شو كان بيلعب بس انا بحب الكابتن ثابت وكابتن اكرامي بحبهم حب ملوش حدود وكنت بتعلم منهم بعد كده قال لي اخبارك يا حضر ما عليش النهاردة قال لي احنا عزلك في النادي الاهلي قال له النادي الاهلي قال لي طيب ماشي بكرا الصبح هتروح النادي الاهلي تروح لبش مهندس عدلي بش مهندس عدلك طبعا العافش حد عارف الحادة مينا عافش حد عارف من شكلا وانا فجأة بقابل ناس عارفabi اللي بالأكيد وانا بقولك listened أنت وعليء ما تخلى وقعت جنبهم هل في حلم أ SoloU ودخلت عند الباش護 مهندس عادلي أتكلم معي قال لي يا حضري.. أحبالك أيلتول الحمد ولها باش مهندس قال لي .. احنا فإذا سرتكلمك กلت له وأكلمني قال لي إحنا هنمضع Nations قلت له أن اليسي أساني في ضمائة قال لي ماشي سayer خمال سنة يتكلم في موضوع ده هنمضع خمس سنة bels 리سلي حمسين الله قال لي هنمضع سنين Canada theater japanese قلت له ذلك انت جاي من.. انت كنت وصلت كم بقى انت احنا بناخد الثلاث تلاف كنا في مياء ثلاث تلاف جنيه ومياء وعشرين جنيه قلت له.. قلت له قال لي يعني ادع السنة الأولى هديك خمسين خمسين ألف وهديك ثلاثين ومش عايف في ايه في ايه في ايه كده في نصر المئة والثمانين